جائحة كورونا هي جائحة صعبة و قوية لا أخفيك سرًا و الكل يدرك خطرها المملكة جزء من منظومة هذا العالم و استطاعت بفضل الله سبحانه وتعالى أن تتحمل هذه الصدمة الاقتصادية الكبيرة لكنها في هذه المرة بالذات جعلت المواطن السعودي يتحمل جزء من هذه الصدمة من خلال مضاعفة الضريبة المضافة و كيف يتعامل معها و كيف يتعامل مع هذه القضية بالإضافة إلى التقنين في المصروفات تغيير استراتيجيتنا في العمل الحياتي الداخلي كل هذه الأمور لا بد أنك أنت كمواطن السعودي تشعر فيها و بالتالي ستكون أنت شاعر مع الدولة و مع المؤسسين و مع القيادة في معالجة هذه الأزمة اليوم لو قررنا بالتخوف ما قبل كورونا ستلاحظ أن مواطن السعودي صار مدرك و صار عارف النتائج و عارف و أين نحن ماشيين لأنه جالس يدروس لأنه فيه شفافية أيضا من قيادة كل هذه الأمور الحمد لله شكلت نوع من الإطمئنان في الاقتصاد السعودي